أكد وزير البترول طرق الملة أن نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أحدثت طفرة في مصر وانعكست على كميات استهلاك البتاجاز التي شهدت انخفاضا ملحوظا مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك وخلال الاجتماع الموسع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أوضح الملة أن الإصراع في أعمال التوصيل من خلال المشروع القومي للتوصيل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة وأن التحديات الناشئة عن المتغيرات العالمية الحالية يتم التعامل معها من خلال التواصل المستمر والبحث عن حلول ابتكارية للمواجهة وتدليل العقبات ترجمة نانسي قنقر